كلمات صادمة وعبارات يصعب تصديقها أدلت بها الفنانة الأردنية الشهيرة بشكل آثار استياء الجميع وسبب حالة من الاندهاش لدى جميع متابعيها خصيصاً أن كلامها الجديد جاء بعد سيل من المواقف الصادمة لها عبر الشاشات أو بالتصريحات الصحفية فما القصة؟ يبدو أن إثارة الجدل صار عادة متواصلة للفنانة الأردنية الشهيرة سواء بمواقفها وتصريحاتها أو حتى بإطلالاتها فبينما تظهر أمام عدسات الكاميرات بإطلالات يعتبرها الجمهور صادمة بل وخارجة عن الحدود سواء بإظهار أجزاء مختلفة من جسدها بل وتخرج في أحيان أخرى بتصريحات تتسبب في ظهور الجمهور وتتعرض على إثرها لانتقادات لاذعة وسيل من التعليقات لكن ما فعلته بشأن عقد القران محدد المدة هذه المرة فاق الحدود ثم القصة إنها الفنانة الأردنية الشهيرة ميسي حمدان التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن رأيها في عقد القران المحدد المدة والذي رأت فيه حلاً لارتفاع نسب الانفصال وهو ما مثل صدمة لدى البعض وقالت ميسي خلال برنامج يداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها تؤيد فكرة عقد القران محدد المدة والذي يتم فيه تحديد فترة زمنية معينة للزواج ثم ينتهي العقد بعد انقضاء الفترة مشيرة إلى أنها ترى فيه فرصة للتعارف والتفاهم بين شريكي العمر والتأكد من إمكانية استمرار الحياة بينهما أو الانفصال بالطراضي ميسي لم تنتهي عند فكرة أن يكون عقد القران محدداً فقط بل رشحت أن يتم تجديده كل ثلاثة أعوام فهي ليست مع فكرة أن تكون عزباء أو مرتبطة بل إنها تتمنى أن يكون هناك ارتباط لمدة محددة وبعدها ينفصل الطرفان ويعقد الجانبان عقداً متجدداً كل ثلاثة أعوام برضى الطرفين وإذ كانوا يرغبون في الاستمرار يجدد العقدة لكنها ليست مع هذا الارتباط فقط بل ترى إنه حلال شرعاً بل ولا ترى فيه مخالفة للدين أو الأخلاق موضحة أنها تستند إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن الارتباط المؤقت أو المتعة والذي كان مسموحاً به في بداية الإسلام تصريحات ميس حمدان عن هذا النوع من الارتباط تسببت في ضجة واسعة وصدمة كبيرة لدى قطاع كبير من جمهورها حيث أثارت ردود أفعال متباينة بين النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فانقسموا إلى مؤيد ومعارض لها فالمنتقدون يرون أنها تثير الجدل في المجتمع حول نوع من أنواع العلاقة المحددة بمدة فضلاً عن أنها غير مناسبة للعادات والتقاليد الأردنية لكن المؤيدين يرون في هذه الزيجة الكثير من الفوائد من أشهرها أن لا يكون الرجل أو العروس مطالبين بالاستمرار مدى الحياة فيستطيعان الانفصال في أي وقت فبرأيكم هل هذا الشرط حلال في شروط عقد القران؟ وهل يصح أن يكون العقد محدوداً بمدة معينة؟ وما هو رأيكم في تصريحات ميس حمدان الجديدة؟